السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبيا عاملين ايه? يارب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا من صلاة سيدنا محمد وعلى قائل وصحبية اجمعين. نبدأ هنعمل مع بعض ميزانية اسبوعية 600 جن في الاسبوع. شام لفطار وغدا وعشا ومنظفات. وزيت وسكر والحاجات دي كلها. المهم على الله يعني نبدأ كده مع بعض ان شاء الله اول حاجة نبتجي بيها في المنيو بتاعنا الصدقة. دي احنا متعودين على كده طبعا. اللي متابعني وشاف قبل كده منيوهات معي. ده دي ميزانية مش منيو. ده دي ميزانية اسبوع. 600 جني شاملة ان شاء الله كل حاجة. اا اول حاجة نبتجي بيها طبعا الصدقة. طبعا كلنا عارفين فضل الصدقة ان هي طبعا بتبارك في كل حاجة. بتزيد الرزق وبتبارك سبب فتح اقباب كتيرة من الخير والارزاق يعني. دي اول حاجة. تاني حاجة ان اللي بعد كده لما تجي تطلعي الصدقة وطلعي مرة بنيت ان شاء الله مثلا اا اا شفاق مريضة عندك. مرة بنيت هداية اولاد. مرة بنيت اا صلاح زوج. مرة كل مرة بنيت حاجة. اا نفسك في حاجة طلع صدقة بنيت انك ربنا هقالك الحاجة دي او الدعوة دي. اا صدقة باب كبير اوي من اا ربنا اعطونا لزيادة الرزق وزيادة الخير في حياتنا. اا دي ما تتغفلش عنها. مهما كانت صدقة قليلة بتفرق معاك كتير. اول حاجة هنبتجي بها بند الفطر والعاشة. طبعا الفطر والعاشة بتكلف معانا كتير قوي عشان واجبتين برضو عشان متاخديش من واجبة الغداء. مسلا لو انتش عاملة غداء يومين هتضطر انك تاخدي من واجبة الغداء للعاشة فهيأثر معاك تاني يوم هتعمل اكلة تانية. فوجبة الفطر والعاشة نحاول ان ايه? يعني انك تصفد فيه على قد ما نقدر يعني. مع ان طبعا اهم حاجة عندنا في الفطر وفي العاشة او في الفطر بالذات انك تعبقي عندك شوية فول مدمسين وشوية فلافل. عجين فلافل. ده حيوفر معاك كتير او في المصروف. لان الدولش انتش بتجيبي طبعا قرصة طعمية معافش بقى باتنين جيني ولا ايه? هتجيبي هتجيبي كم فرض يعني هتجيبي كم واحدة. فهتخشي لك عشر خمساشر جيني في الفلافل بس. او الطعمية. احنا هنا في اسكندربون الفلافل. تمام? فانتش هتجيبي نصف فول مدشوش الكيلو بتلاتين. هتجيبي نصف كيلو بخمساشر جيني هيعمل معاكي كمية كبيرة. هيقدي معاكي الاسبوع طبعا وزيادة. هتجيبي نصف فول التدميس بسبعتاشر جيني. نصف فول التدميس بسبعتاشر جيني. اه برضو هتكملي. احنا دلوقتي بنجيب الكيس اه بخمسة جيني. اقل حاجة بتلاتي خمسة جيني. بفيه حبة دي كده. يعني لو كفوكو لو انتو اكتر من اربع افراد مش هيكفو. او تلات افراد كمان الله. فانتش عشان تجيبي تجيبي خمسة ستة سبعة جيني مش هيعملوا معاكي اي حاجة في الفطار. فانتش تجيبي الفول وتدميسه في البيت وهيبقى احلى من برد ان شاء الله بكتير. وانا عملالكو برضو تدميس الفول بتلاتي حلوة قوي 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 بضوات بحوالي سبعة وتلاتين جيني. طبعا بالسعار اللي بتختلف من مكان لمكان. فانا عاملها هنا حوالي بسبعة وتلاتين جيني ده المتوسط. البيت دي على فكرة مهمة جدا هو اخر ارخص بروتين موجود. يعني انت ممكن بتستخدموش في الفطار وفي العاشة ممكن تستخدموه في الغداء. يعني ممكن تعمليه منه طبقة شكشوكة حلو. حينفع معاك في الغداء مع شوات بطاطس محمرة. ممكن تعمليه منه عجة. فهو بروتين رخيص ارخص هو طبعا تصير له غير. يعني عارفة ان هو غالي. بس ارخص من اللحم من دلوقتي والفراخ. فعطاها البروتين برضو. فممكن نستعوضه. ممكن العاشة بدات دول تشيليهم تعمليه منهم موجبت غدا. او تاخدي منهم جزء برضو في الفطار. وطبعا اللي عنده اطفال محتاجين البيت. يعني بيت مهما غدا فالاطفال محتاجين بجد لازم ياكله بيت. لان البيت ده بتتكل كاملة على بعضها ما بترمش منها حاجة ومفيد جدا جدا للاطفال يعني. والكبار والله. اه حنجيب حوالي اتنين كيلو لبن في الاسبوع. حاولي تمشي نفسك بالاتنين كيلو لبن دول. وعاز اقولك فيه بتجيل برضو للبن لو انت اللبن طبعا غالي. في المتوسط بتاعه خمسة عشرين. اه فيه بيبعو تهاتة عشرين فيه بسبعة عشرين فيه بستة عشرين على حسب ان حسبه في المتوسط خمسة عشرين جنيه. يعني اتنين كل لبن بخمسين جنيه. اه ممكن تجيبي لبن تستعود لبن بودرة. ممكن تجيبي كيلو لبن وتجيبي الباقي لبن بودرة. اللبن البودرة اللي هو السايب بيبقى رخيص على الفكرة وحلو برضو. ممكن تستخدميه كتير او في المعجنات. بدل لبن او بدل الحليب اللي هو الجاموسي. ممكن كما تستخدميه في المكورة بشامل. يعني انت كل كوباية لبن بتاخد معلقتين صغيرين او معلقة كبيرة لبن بودرة. يعني انت ممكن تعملي او تمانية سنة مكورة بشاملية هتحطش عليها لتر لبن هتحطش آآ كده هيبقى اربع معالق كبار. او تمانية صغيرين على اللتر لبن. هتعمل منه المكورة بشامل بتاعتك. وآه هتبقى حلوة والله بتبقى حلوة فعنا مساعد بعملها كده كتير. بتبقى حلوة جدا وبتجيب على الفكرة اللبن اللبن البودرة بيعتبر محسن محسن خبز. يعني انت لو عامل معجنات وحطش فيه معلقة لبن بودرة. بيبقى محسن للخبز بتاعك او للمعجنات بتاعتك. فانت بيبقى حلوة جدا في المعجنات بدل ما تعملي المعجنات بتاعتك باللبن. لو هتحتاجي كباية لبن. لأ حط كباية تمية. وعليها معلقتين لبن صغيرين. وقال لي بيهم وعمل لي معجنات بتاعتك في الكيكة برضو على الفكرة. بيبقى حلوة في الكيكات. فهو اللبن بديه الحلوة قوي لللبن العادي. وموفر كتير. يعني مهما كان سعره غلى دلوقتي. بس برضو موفر كتير عن اللبن الجموسي او البعري. تمام? ايه تاني? هنعمل برضو هنجيب نص جبنة قريش بخمسة وعشرين جنيه. جبنة القريش برضو. اسعارها من مكان لمكان بيختلف. بس المتوسط بتاعها بخمسة وعشرين. يعني لو كيلو بخمسين هتجيب النص بخمسة وعشرين. هي بتقلمت وتغلش عن خمسة وعشرين. تمام جبنة قريش موفرة جدا. ومفيدة جدا جدا عن الجبن البدا والجبنة التركي والجبن العلب والحاجات دي كلها فجيه الجبنة القريش موفرة جدا. ومفيدة جدا للاطفال اللي خشم فيها كالسيوم عالي قوي. آآ في نفس الوقت ممكن تشتعملي برضو علبة حلوة قوي تجيبي نص جبنة القريش او تاخد نصها تقطعها عليه تماطم وخيار. لو عندك كابوتشي قطعها عليه كابوتشي. ولو عندك فلفل الالوان والحاجات وشوية زيت كده وقلي بيهم مع بعض على الجبنة القريش. وشوية طماطم وحطيهم في علبة حطيهم في التلاجة واسحبي منها في الفطر والعاشة. بس بلاش تعمليه النص كله عشان انت لو حتحط فيها طماطم بتبص معاك وتقعد معاك في طرقة طول في التلاجة. فممكن التلاجة مثلا نصها ربع كيلو يعني وتعمليه بالطرقة دي وتحطيه في التلاجة وتسحبي منه في الفطر وفي العاشة. تغيير ومفيد. هنجيب برضو اتنين كيلو دقيقة. الكيلو دقيقة حولي تمنتاشر جنيه اللي هو فيه انواع كتير اللي هي في فتح الله اللي هي الكيز دي. آآ بيبقى حلو. آآ متوسطه من طو اقل حاجة مش متوسط. اقل حاجة تمنتاشر جنيه هتجيبه وبيبقى حلو على الفكرة بتمنتاشر ده. هتجيب اتنين كيلو ايه? بستة وتلاتين جنيه. ده هتعملي منه ايه? هتعملي منه معجنات في الفطر وفي العاشة. هيوفر معك كتير اوي. هتعملي مثلا منه آآ مرة هتعملي اقرائيش. مرة هتعملي آآ في معجنات زي البوريوش والحاجة بتاخدش سمنة وزيت كتير. آآ في برضو القرص الطريان عاملها لكم كيلو القرص الطريان عاملها لكم بنص كوب بيت سمنة على زيت. آآ برضو هسيبه لكم ان شاء الله في الاي او في صندوق الوصف. او لو نسيت عشان ممكن انسة بس هتلاقوه في القناة عادي ان شاء الله. وكتبي كلا قرص طريقة تكاتي وتركاتي. آآ آآ تمام? هتلاقي برضو ايه الحاجات يا ما وموفرة انا عاملها لكم في القناة يعني. آآ المهم اللي هتعملي القرص المعجنات دي طبعا اتنين كيلو كمية جبيرة حلوة ممكن تعملي كيلو في كيلو. يعني اعملي كيلو وما يخلص معك اعمله كيلو تاني. او كيلو واحد مسلا ومع الفول والحاجات دي هيبقى معاك حلو قوي. وشول الكيلو تاني هتعملي منه مثلا غدا بيتزا. هتعملي منه آآ اي حاجة معجنات كده للغدا يعني هتعملي منه باش اعملي الحاجات دي. آآ اعمل لكم الميزانية بتاعت الفطر العاشة عاملة مية وتمانين جنيه. وعايز اقول لك آآ معلومة انك ممكن انت تمتي بدلا من الميزانية تخليها ميزانية اسبوع انت تمتيها وتخليها ميزانية عشر تيام. ازاي? يعني انت مسلا ممكن تعملي تجيبي لك كيلو مربا. كيلو اي حاجة عندك في سوق دي وقت تعمل مربا. هتليك كيلو او نص كيلو وعملي مربا. مع شوية سكر. وهتعملي مربا برضو. هتنفعك الفطر العاشة. وهتزود معك الكمية دي كلها. وعايز اقول لك انه نص الفول ونص العاجينات الفلفل هتعمليهم. دول مش هيعودوا معاك ازبوع. هيعودوا معاك اكتر من ازبوع. ان شاء الله. فانت مع 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 معجنات اللي هتعمليها ممكن يبقى العاشة ارائيش او حاجات مندي او الفطار. فهتوفر معاك ان شاء الله كتير. فممكن تمط الحاجات دي كلها تقعد معاك عشر تيام. لو انت عملت معي اعملت اللي انا بقولك عنه ده واعادت معاك الميزانية بدل اسبوع عشر تيام. هيوفر معاك كتير قوي على الفكرة. يعني انت لو عادت عشر تيام وعشر تيام وعشر تيام عملت ميزانيات كل اسبوع بدل ما تعملي اسبوع. تعملي عشر تيام وتمط معاك. انت كده معاك ايه? هتفضل معاك مصروف اسبوع. مصروف الاسبوع ده بعتعملي بايه? ممكن تزاودي بيه حاجة في بند اللحوم وممكن تشيلهم على جنبك إنهم مجوش تنسيهم خالص وتشيلهم كل أسبوع كده آخر الشهر حبق معاكي مبلغ كويس حلو قوي هينفعك في أي حاجة أنت محتاجها هتجي بيها في البيت حاجة نقصتك في البيت هتجي بيها ممكن تشيلهم شهر على شهر على شهر لو أنت ما بتخليش جامعيات مثلا هينفعوكي مثلا إيه في هدوم في هدوم عيد في دخول داخل رمضان في الحاجات دي كلها فحاولي تعملي التراجع هتوفر معك كتير قوي على فكرة والله ماشي التاني بند هندخل فيه بند اللحوم أنا عامل لك هنا بند اللحوم هو يعني أنا هو قليل شوي بس على قد ميزانية 600 جنيه لو كنت دخلت في اللحوم أكتر من كده كنت هزود الميزانية شوي فلو أنتوا عايزين ميزانية أكتر من كده وتزود لكم فيها بند اللحوم اكتبوا لي في التعليقات ونعمل لكم ميزانية بالمصروف اللي أنتوا عايزينه اللحوم أنا كاتبة نص مفروم بمية جنيه تمام؟ المفروم مفيد جدا انت حينفعك في حاجات كتير قوي ممكن المفروم ده تدخليه في سنينية مسقعة ويقضي معك يومها طبعا مش تغضي نص كيلو هتغضي كمية صغيرة منه ممكن تعملي ربع كفتة وأنا عمل لكم كفتة برضو على القناة موفرة بتزود الكمية حتى أنا فيها حاجات بتزود الكمية من غير ما نحط بقى أبرغ ولا أي حاجة من دي لنفسها ما تحبش إيه الحاجات الأدفية من بره برضو المفروم ده ممكن تغضي منه جزء تعملي منه الخضار يعني ممكن تعصي جزء كده وتحطيه في الفريزر وتسحبي منه في الخضار يعني ممكن تغضي لو هتعملي بمية هتحطي معا شوية هتعملي بسلة هتحطي معا شوية لحمة مفرومة لو انت مش هتقدر تجيب لحمة قطع أنا عاملة مزينات دي للنس اللي الناس مش هتقدر المزيناتها قليلة ومش هتقدر تجيب لحمة قطع انت قدر ربنا يديك ويزيدك غيري بقى تزوجي بقى مع النص المفروم ده تزوجي نص لحمة قطعة. ماشي? بس انا عملها لشان الظروف صعبة اليوم اندول مع الناس والناس كتيرها محتاج ان هي ايه مزينات قليلة يعني. هنجيب نص كبدة نص كبدة فراخ بخمسين جنيه. لو انش ما بتكليهاش ممكن تستخدمي تستبدليها بكبدة كبدة عادي لكبدة جموسي يعني. آآ تمام هنجيب ربع بني. ربع بني باربعين جنيه. البنية ده برضو من حاجات برضو المفرزة على المفروم على فكرة. يمكن تربع البنية دوت هتعملي استريبس. الاستريبس من ربع كيلو تعملي منه كمية كبيرة ممكن تأكل زيادة عن اربع افراد. لانه بتقطع شرائط وفيعة. فبيعن معكي كمية اكبر. بيرمي معكي كمية كبيرة. وبرضو ممكن تعملي منه شاورمة. ما تعملي منه شاورمة. آآ بيعن معكي كمية كبيرة اللي انت بتدي في خضار معي. وممكن برضو بتعملي آآ ليش الفتة الشاورمة. بتحطي تحتها رز. انا عاملها لكو برضو في القناة حلو قوي عاملها لكو كمان بالرز مصري. مش بالرز آآ بسمتي. فانت اللي متاح عندك يعملي برضو الرز المتاح عندك يعملي. آآ برضو من الحاجات الموفرة جدا وبتأكل اكتر من اربع افراد برضو اللي عاملتي اللي شاورمة الفتة الشاورمة ومش بيع جدا على فكرة. برضو هنيجي بندل اسماك بقى آآ عملالكم هنا نص هتجيبي نص سردين بخمسة وعشرين جيني. ونص بسارية بعشرة جيني. البسارية بعشرين وفيها بيعاب خمستاشر. انا عمل لكم بالمطاست عشرة. فكده هيبقى الاسماك عملي خمسة وتلاتين جيني. انت ممكن بقى ايه ما بتحبيش السردين او البسارية ممكن تجيبي آآ نص سمك بحر سمك البحر بيبقى صغير فبيرمي كمية جبيرة. نص نص ممكن تجيبي نص كيلو يأكل اربعة افراض. ممكن برضو لو انت بتحبي البولش بقى اول بودة هتزوجي شوية في المزانية بتاعتك وتجيبي ايه بولش قوي حاجة من جي السمك اللي ايه المتاحة عندك. بس انا زي ما قلتلك ان انا عاملها ايه مزانية صغيرة للناس اللي مزانيتهم صغيرة. برضو هنيجي بقى التزامات التانية طبعا في البيت الخضار وكده. هتجيبي بطاطس بعشرين جيني. البطاطس حلوة اوي اليومين دول يا جماعة. اه حلوة اوي وبخيصة يعني بخمسة جيني هتجيب اربعة كيلو بعشرين جيني. اه حلوة اليومين دول اوي وممكن تفرزي منها كمان وتشيلي عشان هي في اوقات بتبقى بطاطس مش حلوة خالص وفي اوقات تانية بتبقى بطاطس غالية اوي. فانت لو عندك مكان في الفريزر هاتي بطاطس وشيلي في الفريزر. انا عملالكم في فيديو برضو في القناة تفريز البطاطس بمعلقة واحدة هتخليها ارمشة زي بتاعة المصانع بفرم فريز بالزبط والله مش هتفريقها عن عن بتاعة المصانع وفي نفس الوقت آآ هتبديكي آآ طعم حلو قوي ومش هتشرب معاك زيت خالص. ومش هتسود منك خالص في الفريزر لو شلتيها سنة بالطريقة اللي انا عاملها لك دي. مش هتسود منك في الفريزر خالص ولا هتغير ولا هتبقى مسكف بعدها لما اتطلعها من الفريزر ولا اي حاجة. الطريقة دي حلوة جدا جدا انا مجرباها وهتنفعكو كتير اوي والله يعني انت خش بس على الفيديو كده شوفيه هتلاقي الطريقة حلو اوي هتعجبكو. آآ هنجيب برضو طماطم بعشرة جيني. احنا مش عاملين اكلات كتيرة يعني يعني فيها طماطم. عازل الزوجي بقى انت الطماطم برضو هتزوجي ايه? بس ايه الطماطم يعني تقريبا بخمسة جيني ده قتش فهتجيب اتنين كيلو بعشرة جيني للاسبوع مش وحش يعني. عازل الزوجي هتزوجي مثلا تلاتة كيلو مش هتستعمل اكتر من تلاتة كيلو في الاسبوع يعني. آآ هنجيب برضو زيزة زيت بخمسين جيني. وهنجيب مكارونا بعشرة جيني. وهنجيب رز بخمسة واربعين جيني كيلو ونص رز. لانا عارفة ان الرز بقى غالي جدا دلوقتي. انت طبعا هتوفري التلت بنوت دول لو انت عندك تموين. لو انت عندك تموين. التلت بنوت دول هيتوفرها معك كويس جدا. وهينفعك بقى دخليهم في بند لحوم. في بند اي حاجة تانية انا قساكي في البيت. او لو انت عايزة تمشي على اللحوم دي. وشيليهم على جنب. كأنهم مجوش. وكأنك مش آآ مش موجودين في الحسابات بتاعتك في المزامة بتاعتك. وشيليهم على جنب مع الفلوس اللي هتوفرها من الاسبوع. والله اسمع الكلامي. هيتوفري وحيبقى معك فلوس ان شاء الله بازن الله على جنب. انسيهم كده خالص. تمام? لو انت عندك تموين دول هينفعوك كتير قوي هتشير منهم كتير قوي. يعني هيعدوا الميل جني دول. تمام? ممكن تجيبهم برضو اي حاجة نقصاكي في البيت. معنا هنا ايه? برضو آآ هنعملها للتوابل حوالي عشرين جنيه. انت هتجيبي مسلا اربع نوع توابل بعشرين جنيه. هتجيبي من كل نوع بخمسة جنيه. شو في انتش اكتر توابل بتستخدمها في البيت. طبعا الفلفل اصمر. آآ وممكن الكمون ممكن تجيبي بابريكة تجيبي شطة. شو في انتش اربع توابل بتستخدميهم في الاسبوع. آآ هتجيبي منهم اربع آآ بعشرين جنيه هتجيبي اربع انواع. طبعا مش يخلصوا في الاسبوع. ممكن الفلفل اصمر بس اللي يخلص معك في الاسبوع. لكن ممكن يفيد معاك الشطة مش هتستخدمهم خمسة شطة في الاسبوع. ممكن نفيد معاك كمون. الاسبوع اللي وراه. هتجيب اربع انواع توابل تانية. هيبقى معاك برضو كده ايه? حوالي سبع او ستة انواع توابل موجودين. الاسبوع اللي وراه هكذا. هيبقى معاك متوفر على طول توبل في البيت. آآ ان شاء الله. فكل اسبوع هتجيب اربع انواع مختلفة. تمام? هو ممكن الفلفل اصمر بس اللي يخلص معاك فاتكراريه كل اسبوع. آآ معنا المنظفات برضو اعملكوا تلاتين جنيه ميزانية للمنظفات. طبعا آآ هتجيبي طبعا ايه بالنسبة للمزانك لو انت ميزانية صغيرة كده هتجيبي منظفات سعيبة. بس انت حاول يتجربي آآ يكون واحد عندك يعني بتاع منظفات جنب بيتك. جربي واحد واتنين وتلاتة لغايت ما توصلي الواحد. المنظفات بتاعته تكون كويسة. وريبة للجاة اللي هو البريل والحاجات دي يعني. وحاولي تشتري بقى منه الحاجات دي سعيبة. هتوفر معك كتير. يعني انت عندك ممكن تجيبي الليتر الصابون بيبدأ من اربعة جنيه لغاية آآ ستة او سبعة جنيه. لو انت آآ جربي كده كده واحد وشوفي منه حد يكون انواع كويسة. بالنسبة برضو للمنظفات اللي هي بتاعت الغسيل. ممكن تجيبي برسيل جلي سعيب بتمانية جنيه الليتر. برضو جربي حد يكون كويس وامسوك منه. مع ممكن تجيبي اوكسي. اللي هو بعشرة جنيه دوت برضو. آآ ممكن تجيبي آآ من التومين المسحوق برضو بتاع التومين مش وحش. لو جبتي واستخدمتي معاه. انا بجيبه آآ اي نوع مسحوق بقابله. بجيب معاه لو كان مش كويس مسلا بجيب معا كلوركس الوين. كلوركس الوين دي يا سحر يا جماعة بالنسبة للتنظيف الغسيل. انت هتجيبي اي نوع من انواع حتى لو جيبتي السايب او الجيل السايب. هتجيبي. هتحط معاك كلوركس الوين. كلوركس الوين الكيس بعشرة جنيه بس بيقعد معك يعني ممكن يقعد معك الاسبوع. ولو انت جيبتي السايب برضو لو تعرفي حد بتاع منظفات بيبيع سايب نوع حلو. هاتفي برضو هيبقى رخيص معاوش هيبقى ممكن تلاقيب آآ آآ بتمانية جنيه برضو كده وفي الحدود دي. جيبيه برضو لتر سايب. وحطي في مع اي مسحوق بقى هتجيبيه فهو هينضف الغسيل وهيخلوه لك زي الفل. برضو ممكن بعد ملاشي الازاز اللي هي بتبقى كولوركس الوين اللي هي كبيرة دي. بتبقى غالية بصراحة فان ممكن تجيبي ازازة مرة وتشيليها وبعد كده تجيبي كياس سبوع عشرة جنيه جي. وتفضيه في الازازة اللي هي بتاعت الكولوركس الوين. كده انا عملائكو برضو تتوين منظفات حوالي خمسين جنيه. انت برضو مزانيتك اعلى من سبتمية جنيه ان شاء الله. ربنا يزيدني بارك يا رب. هتجيبي بقى منظفاتك اللي انت عايزيها. اللي انت متعودة عليها. اللي انت عايزيها اللي ايه? المنظفات اللي عليها. اللي هو بريلة الاكسي جميل جدا طبعا. آآ بس كده المزانية يعني معناها سبتمية جنيه. شاملة كل حاجة طبعا انا مش شاملة الفواتير لان سبتمية جنيه في الفترة اللي احنا فيها دي مش تنفع خلص بالفواتير. الا انت استعودت بقى الحاجات تيمة. انت برضو انا سابي لك المزانية وانت اضرب بيتك واضرب ظروف بيتك. واضرب اولادك بيأكله ايه ما بيأكلوش ايه? واضرب ان انت تشيلي بند ايه? تستغني عنه? وبند ايه اللي تزوجيه فين? يعني انت ممكن تشيلي من الفطر والعشاء وتزوجي في البند اللحوم. ممكن تشيلي من اللحوم يعني كده يعني عحس انت اضرب بيتك واضرب بيتك بيمشي ازاي? برضو عايزي قولك في في المزانية بتاعة الفطار. انت ممكن مرة تعملي اسبوع تعملي فول. الاسبوع اللي وراء تعملي فلافل. مش تازم اللي اتنين مع بعض. ممكن تعملي حاجة وتعملي معهم بيت. يعني ممكن تعملي فول وتعملي بيت. ومع الجبنة القريش حلوة قوي. ممكن تعملي فلافل وتعملي بيت مع الجبنة القريش. ممكن تشيلي مثلا اسبوع فول او الفلافل تجيبها دا لهم عشان الولاد برضو ايه? ما يزهقوش ما يبقوش محرومين من حاجة. ممكن تشيلي حاجة من دول ومرة يعني لو ممكن تشيلي جبنة قريش ومرة وتعملي مثلا جبنة تجيب لهم جبن اللي هما بيحبوها يعني مش كل مرة هنمشي كل أسبوع عشان الولاد ما يزهوش على نفس الحاجات دي كلها لا أسبوع هتعملي فول أسبوع هتعملي فلافل أسبوع هتجيب لهم جبنة برضو يكونوا نوع بيحبوه حتى يعشان برضو ايه ما يزهوش منك يعني كل أسبوع انت برضو قاطر بولادك بيحبوا ايه فشيلي بند وغيري ببند تاني مش هزم تمشي على نفس البند اللي أنا هعمله لك تمام كده الميزانية عاملة ببستميت جيني أقرب لكم باستخدوا ايه سكين شوت لها كده هكده كده بعد استخدلي سكين شوت بأخري سكين شوت لها معناش على الخطة أنا أخدش على نوعش بس على القد ما بقدر يعني فمهم يكون واضح يعني بس فكده الميزانية بتاعتنا هي بستميت جيني ياربت كده تكون عجبتكم نارضة وكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه وتنسوش بقى لو لسه مشاركتوش في القناة وتشتركوا في القناة وتنسوش اللايك كشي نرفع من الفيديو واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد